كل معلومة أو سلوك أو شعور ترسله للطرف الآخر يسمى اتصال فالاتصال هو أي سلوك يؤدي إلى إيصال معلومة أو أفكار أو مشاعر أياً كان هذا السلوك قد يكون السلوك مرئي قد يكون السلوك مسموع قد يكون السلوك حتى مشموم مشموم اللي رايحة جيدة غير رايحة غير جيدة يعطيك انطباع يعطيك ابتصال يعطيك معلومة يعطيك شعور فإذا هو من أنواع الاتصال الاتصال إذا استمر 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 تحول إلى علاقة وهذا هو مدخلنا تحول إلى علاقة فليس كل لقاء بين اثنين يمكن أن نسميه علاقة وليس كل حوار وجواب أو سؤال وجواب بيني وبين شخص يسمح له بعد ذلك إذا شافني قال أوه كيف حالك وعساك طيب ما عليش ممكن سلف خمسين ريال أو مئة ريال لا هذا اللي صار بيننا اتصال وليس علاقة لأن العلاقة فيها مسؤوليات وفيها حقوق وواجبات لما أكون معك علاقة معناها ممكن أنا أطلب منك وممكن أنت تطلب مني لكن هذا لا يحدث عندما أكون معك مجرد حسنت مجرد اتصال ذلك هذا هو الفرق المهم جدا ما سنتحدث عنه هو عن مفاهيم في العلاقات مفاهيم في العلاقات البرنامج اسمه فيتامينات العلاقات نحن لن نتكلم عن علاج لمشكلات تقع في العلاقات لن نتكلم عن قوانين تفصيلية أو مهارات نحن سنتكلم عن فيتامينات أشياء نغذي بها علاقاتنا بإذن الله تعالى أهمية الاتصال والعلاقات في حياة البشر أين يكمن أو أين تكمن أهمية الاتصال ولماذا نقيم دورة في هذا الاتصال ولماذا يجب أن نجعل هذه المهارة هي مشروع حياة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب طيب خلاص يمشي لا ولكن في التحريش بينهم الشيطان بإذن الله لن نشرك بالله سبحانه وتعالى ولن نعبده ولكن هدفه في أن يخرب اللي بيني وبينك هدفه أن يخرب اللي بيني وبين أخوي هدفه أن يخرب بينك وبين زوجتك بينك وبين والدك ووالدتك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويأتي في كل يوم في كل يوم يعمل جلسة تقييم لعمل الشياطين فيأتي الأولى يقول والله لا يحلم يقول لا تركت ما تركته حتى زنى فيقول غيرك شف لي واحد ثاني فيأتي الثاني ويقول ما تركته حتى سرق يقول غيره فيأتي الثالث ويقول ما تركته حتى فرقت علاقات فرقت بينه وبين زوجته فيدنيه ويقول أنت أنت يحتضن أن هذا هو المفتاح لكل شر أن تفسد علاقتي وعلاقتك هو المفتاح لشرور كثيرة جدا 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 بين الناس وما تلك الحروب إلا فساد فساد في العلاقات قد تكون الحروب بين دول وقد تكون الحروب في الأسر وكلاهما له مضاره وفتنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا نحن أن نجعل ثمة مقياس للأطوال والمسافات فإن ذلك المقياس هو المتر وإذا أردنا أن نجعل مقياسا للأوزان فإن ذلك المقياس هو القرام وإذا أردنا أن نجعل هناك مقياس لدرجات الحرارة فثمة مقاييس لدرجة الحرارة الثهرانهايتية أو المئوية أما إذا أردنا أن نقيس الأخلاق فمقياسها محمد صلى الله عليه وسلم أي خلق تريد أن تعرفه لو جيد أو غير جيد ضعه على مصطرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله سبحانه وتعالى وقال وإنك لعلى خلق عظيم هذا تزكي من الله سبحانه وتعالى أعدائه شهدوا له قبل أتباعه بفضله وخلقه وسمته عليه الصلاة والسلام محمد ذلك الإنسان الذي يدخل الأعراب في مجلسه فيقول أيكم محمد لا يوجد هناك تمييز لا يوجد هناك أقنع لا يوجد هناك قشور لا توجد أبواب مغلقة ولا مواعد مسبقة هذا محمد صلى الله عليه وسلم محمد الذي يقول إنما أنا أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد ويدخل عليه ذلك الرجل يرتجف فيقول هون عليك لست بملك أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة هذا محمد صلى الله عليه وسلم محمد هذا الرجل الإنسان هذا النبي الخلوق الذي كان يخطب في المنبر على أصحابه فيرى ذلك الطفل حفيدة يتعثر في قميصه فينزل من المنبر ويأخذه ويحتضنه ويعتل المنبر والناس ينظرون ولا كأن تتخيل جفاء تلك أو ذلك العصر عندما رأى الأقرع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبيا قال أهوى تقبلون الصبيان يستغرب أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل بك وقد نزع الله من قلبك الرحمة من لا يرحم لا يرحم ينزل من المنبر من أجل طفل يصعد المنبر ويعلن حب لذلك الطفل يسجد عليه الصلاة والسلام فيعتليه ذلك الطفل ويطيل السجود حتى هم بعض الصحابة أن يرفع رأسه لينظر من الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود ثم إذا انتهى قال لأصحابه إن ابني هذا قد ارتحلني ولد رقفوقه أحد أحفاده فقال إن ابني هذا قد ارتحلني فخشيت أن أعجله حاجته لم يرد نبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيعجل ذلك الطفل حاجته أطال الصلاة عمود الدين التي فرضت في السماوات ذلك الفرض العظيم يطيله من أجل طفل وفي مفارقة أخرى يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك الطفل الذي كان يبكي فأشفق على والدته فقصر الصلاة يطيلها من أجل طفل ويقصرها من أجل طفل هذا محمد صلى الله عليه وسلم ومما زادني فخرا وتيها وكت بأخمصي أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي صلى عليه وسلم وتسليما تدخل تلك المرأة الجنة في كل وتدخل الأخرى النار في هرة ويدخل ذلك الرجل الجنة في غصن أزاله عن الطريق فقال الله وجبت أي وجبت له الجنة ويدخل ذلك الرجل النار في قطيعة رحم الجنة يا كرام الجنة التي طارت من أجلها الأعناق اغبرت من أجلها الأعقاب يدخلها الإنسان من أجل حسن تعامل مع الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلامة كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة من أعظم ما يمكن أن تقبل فيه على الله أن يكون عندك ميزان عظيم ورصيد كبير في حسن التعامل مع عباد الله سبحانه وتعالى أيها الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه يقول أتدرون من أقربكم مني منزلا يوم القيامة فلا يرد الصحابة ولو كنت في مكانهم لفعلت ذلك أبقل في نفسي أكيد عمر ولا أبو بكر ولا علي ولا عثمان هؤلاء الصفوة فيعيدها عليه الصلاة والسلام أتدرون من أقربكم مني منزلا يوم القيامة فلا يجيبون يقول الراوي فأعادها ثلاثا فلم نجب ثم قال عليه الصلاة والسلام أحاسنكم أخلاقا إذا تبغون تكونوا قريبين مني حسنوا أخلاقكم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث الصحيح أن تلك المرأة كانت صوامة صوامة بمعنى اثنين وخميس والبيض وتصوم دائما وقوامة كانت تقوم الليل وهم مروا إلا مرتين في الأسبوع قوامة صوامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار قالوا يا رسول الله قال تؤذي بلسانها جيرانها بمجرد سوء التعامل مع الناس وجبت لها الجنة النار وحسن التعامل مع الحيوانات توجب للإنسان الجنة هذا هو ميزان الخلق وميزان التعامل في شريعتنا الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى قبولا في قلوب الناس سواء يعرفك أو لا يعرفك هذا هو الميزان الحقيقي عندما تريد أن تعرف هل أنت فعلا فري انظر إلى حسن تعاملك مع الآخرين لماذا؟ لأن في مبارزة ومباراة العبادات مع التعاملات تفوز التعاملات يقول نبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درها ما عنده ولا دينار ما عنده فلوس قال لا المفلس الذي يأتي بحسنات الأمثال الجبال لكن تعامله مع الناس سيئ شتم هذا أخذ مال هذا سرق من هذا اغتاب هذا بهت هذا نم على هذا ثم تأخذ من حسناته ثم إذا لم يبق شيء طرح على وجهه في النار إذن لما نجي للتعامل ونجي للعبادات نجد أن التعامل ممكن أن يبسد عبادات كثير من الناس وما الكبر كبر الكبر وهو ذرة يمكن أن يلقي بالإنسان في النار والكبر إنما هو احتقار الآخرين والافتخار بالذات على حساب الآخرين كلها على سبيل الأخلاق لما ننظر إلى القرآن يا كرام نحن ننظر إلى ستة آلاف آية ونيف وزيادة ثلثها ألف وخمسمائة وأربع تتحدث عن الأخلاق آيات الأحكام الحلال والحرام لا تتجاوز ميتين وآيات الأخلاق ألف وخمسمائة وأربع آيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا ميزان ميزان الخلق في الدين لذلك قال ابن القيم كلمة عجيبة بديعة يقول إنما الدين يختص لنا الدين إنما الدين توحيد الحق وحسن التعامل مع الخلق هذا هو الدين إذن لكي نتكلم عن العلاقات يجب أن نجعل يا كرام مشروع حياة أن نحضر فيه كثيرا أن نستمع فيه كثيرا أن نقرأ فيه كثيرا أن نعمل بكل ما تعلمنا في فضائل هذا الشيء أن يكون مشروع عندنا حياة أن نعرف بأننا أصحاب خلق جيد في دراسة في جامعة هارفرد لواحد اسمه إدوارد بيجام هذا الرجل حصر أربعة آلاف موظف تم فصلهم وجد أن ثلاثة آلاف وستمائة يعني تسعين في المئة منهم تم فصلهم بسوء العلاقات وأن عشرة في المئة يعني أربعمية فقط من الأربع آلاف كان تم استبعادهم وفصلهم بسبب سوء الأداء إذن على مستوى العمل أيضا العلاقات لها دور كبير جدا على مستوى الصحة أطول دراسة أجراها البشر طالت أكثر من سبعين سنة الناس كيف يكونوا صحيين وما فيهم أمراض وجدوا أن على قائمة قائمة العادات اللي يفعلها الإنسان تجعلهم أكثر صحة وسعادة أن يكون أن تكون علاقاتهم جيدة مع الآخرين ثم انظر ادخل تويتر ادخل الاستشارات اسمع الناس ستجد أن معظم معاناة الناس من الناس معظم معاناة الناس من الناس مشكلة كبيرة جدا نحن نعانيها من الآخرين ويعانيها الآخرون مننا لذلك في تحسيننا لعلاقاتنا هذا هو تحسين لحياتنا لذلك قالوا في علم النفس أن جودة حياتك مرتبطة بالدرجة الأولى بجودة علاقاتك جودة حياتك مرتبطة بجودة علاقاتك طيب و جودة أدائك أدائك في العمل أدائك في قيادة أدائك في الرسم في الهوايات في المهارات وجودة أدائك مرتبطة بجودة مشاعرك طيب و جودة مشاعرك مرتبطة بجودة علاقاتك وامش وامش لذلك العلاقات إما أن تصلح حياتك وإما أن تفسد حياتك كذلك إما تحسن مشاعرك إما لا تحسن مشاعرك والمشاعر تفسد عملك ولا ما تفسد عملك تحسن أدائك أو ما تحسن أدائك هذه من المفارقات ومن الدوائر والمنظومات التي يجب أن نعيها حتى نعرف أهمية مثل هذه الأطرحات لما عملوا دراسة في كاليفورنيا وفي الحقيقة لم أتتبع مصدرها لم أجده لكنها نسبت إلى أحد جامعات كاليفورنيا قالوا أنهم لما رصدوا الطلاب على مدار كان عام 1920 على مدار عشرين سنة صنفوا الطلاب إلى ثلاثة أصناف الصنف الأول طلاب مميزين وتحصيلهم دراسة عالية جدا كتبوا الأسماء في قائمة وعطوها الرمز A ثم صنفوا الطلاب الأقل وعطوهم الرمز B ثم صنفوا الطلاب الأقل جدا وعطوهم الرمز C بعد عشرين سنة تم تتبع هذه القوائم وجدوا أن A هذا الدفور يعمل في شركة يديرها B ويمتلكها C أن A هذا الدفور المميز التحصيل عالي جدا يعمل في شركة يديرها نوع من الأسماء قائمة B ويمتلكها C لماذا؟ لأن A كانوا بارعين جدا في التعامل مع الأوراق والمعادلات فلما خرجوا إلى الحياة لم يجدوا معادلات وإنما وجدوا البشر أما النوع C كان ربما سيئا في معادلات لكنه جيد في التعاملات ذكي اجتماعيا فلما خرج إلى الحياة وجد أن المسألة مبنية في كثير من أمورها على العلاقات الشهادة والتحصيل العلمي والسيفي هذا ترى ممكن يجعلك تدخل كمفتاح لأي منظمة لكن جودة أدائك وجودة علاقاتك هي التي تقفز بك وليس جودة شهاداتك لذلك حظنا وحثنا لطلابنا على استكمال درجاتهم ليس في صالحهم في زمن لم تعد الأوراق مهمة كما هي الأخلاق وسمعة الإنسان وقيمة الداخلية هي الأهم في هذا العصر الذي لا يعترف إلا بعصر الإنتاجية وليس بعصر الأوراق والدرجات أيها الكرام لو خير إنسان أن يكون مكروه وعنده فلوس أو يكون عنده أو يكون ما عنده فلوس بس أن يكون محبوباً لاختاره هاش رأيكم إحنا ودنا كلها الثنتين الله يرزقنا يا رب لكن الناس في غالبهم يختارون الثانية أن لا يكون ما عنده فلوس ولكن أن يكون محبوباً لأن بالعلاقات يمكن أن تعوض نعم تعوض احتياجك لكن بالمال لا تستطيع أن تشتري علاقات حقيقية أحد أبناء الأثرياء جداً 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 وكانت معاناتاً ما عنده أصدقاء ما عنده أصدقاء طيب قلت له شون ما عنده أصدقاء طيب ذلي في المجلس ذولا قال لنا الصابين إيه والله يا جماعة قال ذولاً نصابين قال لي كذا قال لي حتى الجيد منهم إذا ابتسم ما أصدقه ما أدري يقول أنا عيش في حفلة تنكرية لا أدري أين الحقيقة إذن هو بماله لم يستطع لم يستطع أبداً 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 أنه يكون علاقات حقيقية ومن قال الأولى والله هم شيعطني فلوس وما أبغى علاقات فقد خالف الفطرة لماذا؟ لأن آدم أبونا لما خلقه الله سبحانه وتعالى وعاش في الجنة عاش وحيداً ابتداءاً ولاحظ مو معه فلوس هذا في الجنة أي شيء يبغاه أي شيء يبغاه يقول ابن عباس وابن مسعود فاستوحش أبونا آدم وهو في الجنة والعوام تقول جنة ما فيها ناس ما تندس يقولون فاستوحش آدم فلما استوحش نام فلما نام خلق الله له من ضلعه حواء لتؤنسه ما يستطيع الإنسان يعيش بدون وجود علاقات ممتازة فضمن له أن يعيش سعيداً مرتاحاً مطمئناً منسجماً مع نفسه ومع الآخرين كانت هذه المقدمة لزاماً لدورة نتحدث فيها عن العلاقات هذه المقدمة لعلها أن ترجح بكفة الأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق في تعاملنا مع الآخرين أركان العلاقة يا كرم ثمت أربعة أركان المسألة ليست سامحوني على العبارة ليست بهذه السداجة بمعنى والله ابتسم في وجهك خلاص أنا أكسب قلبك لا لا المسألة أعمق بكثير من ذلك لذلك من الجيد أن نفهم مما تتكون العلاقات ما أنواع العلاقات ما أركان العلاقات هل العلاقات لها طرائق إن شاء؟ نعم لها طرائق إن شاء هل العلاقات ممكن تمرض؟ نعم ممكن تمرض هل العلاقات ممكن تموت؟ نعم ممكن تموت هل في من العلاقات علاقات مريضة؟ نعم مريضة هل في من العلاقات علاقات ممرضة؟ الجواب نعم ممرضة هل من العلاقات علاقات ميتة؟ نعم هناك علاقات ميتة هل من العلاقات هناك علاقات مميتة؟ نعم هناك علاقات مميتة كما أن بداية العلاقات لها قوانين أيضاً نهاية العلاقات لها قوانين ليست المسألة أني خلاصة هاو شنويات فإذا خاصم فجر لا 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 إذا كان بداية العلاقات يحتاج إلى اتفاق فنهايتها تحتاج إلى أخلاق كيف أنت تنهي علاقة تجعله يندم أن خسر واحد زي لا تخليه يقول الحمد لله حصاته زلت عن درب حياتي لا اجعله يندم اجعله يتحسر عندما يسمع باسمك اجعله يفزقل عندما يرى من يشبهك خذ العلاقة التي يجب أن ننهيها بهذه الطريقة وسنتحدث بإم الله تعالى نسأل الله عز وجل يبارك في الوقت أركان العلاقة أربعة يا كرام أولا علاقتك مع الله سبحانه وتعالى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تكمن في أن كل ما كان بينك وبين الله خبيئة في السر عمل خير في السر فتح الله قلوب الناس لك في العلن لذلك نجاح النهار مقروم بنجاح الليل نجاح النهار مقروم بنجاح الليل ومن تأمل في أول سور القرآن نزولا ستكون سورة ماذا؟ كانت القراءة ثم كانت المزمل أو المدثر المدثر كانت المدثر كانت تأمر النبي يأمر الله سبحانه وتعالى النبي فيها بسلوك ظاهري في النهار مع الناس يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر سلوكيات ظاهرة وثيابك فطهر ثم نزلت بعد ذلك سورة المزمل وهي سورة ليلية وهذه سورة إن صح التعبير قلنا نهارية يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيله ليش يا ربي؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيل شيء ثقيل يعني وبالتالي نجاحك في الليل يفتح قلوب الناس لك في النهار جاءوا لذلك الداعية وقالوا له لماذا إذا تكلمت تأثر الناس؟ ليش؟ ليش إذا تكلمت تأثر الناس؟ فقال لأني أدعوهم في النهار وأدعو لهم في الليل علاقة طردية للمستمرة قالوا لآخر لماذا يتأثر الناس إذا تكلمت وكل الناس يتحدثون كما تتحدث أنت تعظهم وهم يعظون لكنهم يتأثرون إذا تحدثت أنت قال لأنني إذا وقفت أمامهم قلت يا عبد ربك 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 وإذا كنت لوحدي قلت يا رب عبدك 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 هذه العلاقة الطردية تجعل لك قبولا عند الناس بدون درهم ولا دينار بعض الناس بيأخي يحبه والله ما قد نفعك ما نفعني بشيء لكن مباشرة أحسس براحة لما رأيته وقد ذكرت قبل قليل آية الله سبحانه وتعالى التي يقول فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى أي قبولا في قلوب الناس هذه العلاقة الأولى كلما زادت علاقتك مع الله حسنا فتح الله قلوب الناس لك واحد اثنين العلاقة مع النفس هذا الركن الثاني اشتخل علاقة مع النفس بتكوين العلاقة مع الناس يا كرام إنما أنفسنا بضاعة وإنما نحن مسوقون لها في سوق التقبل الاجتماعي فمن يعتقد أن بضاعته مزجاه وسيئة فلن يسوقها بشكل جيد فلن يحصل على التقبل الاجتماعي إنسان لا يتقبل ذاته ويرى أن وزنه الزائد أو طوله القصير أو مثلا صلعته أو كرشته تحول دونه ودون الانسجام مع الآخرين أو التواصل مع الآخرين فإنه لن يتقبل ذاته ومن لم يتقبل ذاته لن يتقبل الناس إذلك تجد بعض مثلا بعض البنات ربما لا تحضر مناسبة اجتماعية لأن ما عندها ملابس حلوة عندها ملابس حلوة ويصل الحال إلى أنها إذا أجبرت مثلا زواج أخوها أو زواج أخوها خلاص لازم تحضر ولكن الخياط أفسد فستانها اضطرت أن تلبس ذلك الفستان وتنزوي في إحدى زوايا قاعة الأفراح ولا تستطيع أن تتواصل مع الناس بشكل جيد بينما أختها الفستانها حلو شعارها ممتاز تجدها يعني تقف وتستقبل الناس وتتفاعل معهم لماذا؟ لأنها عندما تقبلت ذاتها استطاعت أن تتواصل مع الآخرين والأخرى عندما لم تتقبل ذاتها لم تستطع أن تتواصل مع الأخريات لذلك العرض قالوا من اتسخ ثوبه تكدرت نفسه فإذا تكدرت نفسك واتسخ ثوبك تلا تستطيع أنك تتواصل مع الناس ويبدأ تستحي فإذا كانت علاقتك ضعيفة مع ذاتك طبيعي علاقتك مع الآخرين ضعيفة ستكون ضعيفة أعطيكم مثال بسيط اللي علاقة ضعيفة مع ذاته وشخصيته ضعيفة يجرؤ يقول نعم ولا ما يجرؤ يقول لا ولا ما يقول لا ما يقول لا دائما نعم 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 طيب ومن قال نعم دائما لأهداف الناس قال لأهدافه لا وقال لأهداف المقربين منه مثل زوجته لا وأبناءه لا ويقدم الآخرين بناء على أبناءه فمن دائما يقول لهم نعم 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 سيأخذون من وقتك سيأخذون من جهدك سيأخذون من فكرك سيأخذون من تفكيرك سيأخذون من رأيك سيأخذون من مالك يتعبونك فيتحول الناس من مساندين إلى مصدر للألم طيب إذا تحولوا مصدر للألم ما يحدث؟ سأتجنبهم أخاف منهم أتعب منهم أنغلق عنهم لذلك يقول الشاعر عوى ذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى شوف المفارقة الغريبة عوى ذئب ما أخاف منه عوى ذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى فصوت إنسان فكدت أطيره صار الإنسان اللي يخوف والذئب ما صار يخوف لماذا؟ لأنك عندما تضعف نفسك علاقتك مع ذاتك تكون ضعيفة سيؤثر في علاقتك مع الآخرين لذلك ثم تعلمين الأول أو علمان الأول علم النفس يتكلم عن الذات وثم تعلم الاجتماع يتكلم عن الفرد داخل مجموعة جاء علم متوسط بينهما أحدث نسبيا منهما وهو علم نفس الاجتماع علم نفس الاجتماع فلسفة علم نفس الاجتماع كلها قائمة على التالي تعريف علم نفس الاجتماع التالي هو أثر الناس هذا الاجتماع على النفس هذا علم النفس أثر الناس على النفس حضوريا أو ضمنيا أو تخيليا هذا تعريف علم نفس الاجتماع تعريف مؤلم يا جماعة ليه؟ أثر الناس على النفس حضوريا بمعنى أني أنا مش أنا إذا في ناس بمعنى هل أنا أمامكم ياسر حقيقي ولا ياسر يرتدي قناع يتناسب مع السياق الاجتماعي الثاني يا جماعة أنا أرتدي قناع أنت الآن قاعدت ترتدي قناع قناع المتعلم قناع وبالتالي ما الذي غير مني شوي وغير منك شوي هو حضور الناس السياق الاجتماعي حضور الناس علم نفس الاجتماع معناه أثر الناس حضوريا أو ضمنيا ضمنيا معناها أنا وأنتم إنما نحن النسخة النهائية من فيلم قام بإخراجه مجموعة من من الناس تربية والمدرسين والإعلام والصداقات وما نقرأ وما نسمع كله هذا أثره ضمني على نفس الإنسان إذن علم النفس وتأثير الناس على النفس حضوريا أو ضمنيا أو تخيليا بمعنى أن الإنسان أحيانا ينتقي ملابسه بناء على إيش إذا بيروح مناسبة نعم يتخيل من سيحضر إذن جعل من الناس معيارا لفلترث ماذا يريد فهذا أثر الناس فكلما كانت علاقتك جيدة مع نفسك بمعنى أنك متقبلها وقوي شخصية كانت علاقتك مع الناس جيدة وقدرتك على إنشاء العلاقات واستمرارية العلاقات ستكون جيدة ترى الناس الضعيفة عندها قدرة على إنشاء العلاقات لكن ما عندها قدرة على الحفاظ على العلاقات ترى ما عندها والإنسان القوي شخصية قوية ما عنده قدرة على إنشاء العلاقات بشكل أفقي لكن عنده قدرة على إنشاء العلاقات بشكل عمودي ولا شك أننا بحاجة إلى إنشاء علاقات بشكل عمودي أحدهم يقول في هاتفي سبعة آلاف اسم فاحتجت يوماً فلم أجد إلا ثلاثة أكلمهم ما وجدت ما وجدت إلا ثلاثة وبالتالي أرجع نرجع سنتحدث عنها إن شاء الله بتفصيل قضية إن شاء الله علاقاتها لو جيد أو لا ثالثاً إذن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى علاقتك مع الناس أثنين علاقتك مع النفس تساعدك في علاقتك مع الناس ثلاثة علاقتك مع الناس وهذا مثلاً نتحدث عنه هذا ركب من أركان العلاقات أربعة أربعة طبعاً ليش قلنا علاقتك مع الناس هنا لأن ما يكون سمعتك هو ماذا نعم هو رأي الآخر عنك طيب رأي الآخر من وين جاء أحسنت من تعامل أنا أتعامل مع شخص هذا الشخص هو الذي السمعة شمعناها السمعة بمعنى يسمع عنك ذلك الذي يخرج سمعة لمنتج معين هو الذي تجربه تجرب المنتج هو الذي يتحدث عنه يتكلم عنه هو الذي يسمع عنه وبالتالي علاقتك مع الناس تصنع صورتك عند الناس رابعاً العلاقة ما توقعون؟ ما شو بقي؟ علاقة مع الله العلاقة مع النفس العلاقة مع الناس من ضمنها الأسرة من ضمنها ما شو بقي؟ الأيش؟ البيئة أحسنت العلاقة مع الأشياء سنت العلاقة مع الأشياء كيف العلاقة مع الأشياء؟ العلاقة مع الأشياء بمعنى أن علاقتك مع الأشياء ممكن أن تبسد علاقتك مع الناس أشياء مثل إيش؟ أشياء مثل جلكم الله الحيوانات لماذا دخلها؟ لها دخل الهرة أدخلت المرأة النار والكلب أدخل المرأة البغي الجنة فلها علاقة لها أثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الليونة في أهل الغنم الغنم أثرت على أهلها والصلابة في أهل الإبل وقيل الخيلاء في أهل الخيل فالحيوانات تؤثر بل أشد من ذلك بل التضاريس والبيئة والطقس أيضا تؤثر تؤثر في الناس ابن خلدون يقوم في مقدمته يقول البقاع تؤثر في الطباع البقاع تؤثر في الطباع إذلك تجد أن أهل الجبل أهل الجبال بشكل عام يحتاجون إلى سرعة في الحركة والسرعة معناها تنفذ سريع تنفذ سريع معناها كلام كلام سريع فيعتاد أهل الجبل على الكلام السريع وأهل الوسطى يعتادون على الكلام المتوسط وأهل السواحل يعتمدون أو يتحدثون بطريقة الموج فكنت مرة مرات في أبهى في مطعم بطلب غدا فكان أظن اللي يبيع تركي فقلت لها عطني دجاج لو سمحت قال لي أنت من أهل الرياض قلت لي كيف عرفت قال شوف إذا أنت من هنا من أبهى بتقول جاج سرعة في الكلام جاءت من الطبيعة الجبلية يقول أهل الرياض يتوسطون في حديثها يقول أهل الشرقية ليمان السواحل يقول يمطد حتى تحترق الدجاجة اللي طالب أهل يتخرب يقول من أين جاء؟ الأسلوب الكلامي الأسلوب الخلقي لا شك أن طبائع الطقوس والتضاريس لها أثر على الناس هذه الأربعة عندما نستحضرها نبدأ نفهم من وين العلاقات دعا نكل الطقس بشكل دائم لكن شوف الطقس بشكل مؤقت كيف يعني يغير نفسيات الناس لما يكون في غيم وديمة ومطر ولما يكون حر شديد جدا وشمس ولا عج ولا شوف كيف النفسيات تتغير واقس عليها بقية الأمور إما أن تغير الأشياء هذه إما أن تغير في صفاتنا وإما أن تغير في مشاعرنا واحد من الشاب يقول مرة مرة يقول استاجرت بي أم حسيت أني محترم كده والله يقول حسيت أني محترم يقول كان من عادتي ما أربط حزام الأمان فحسيت أني غلط أنا أسيء لبي أم عشان بي أم ترى ومش عشان سلامته يقول والله كنت أرمي الأشياء مع النافذة والله ما فعلتها يقول ما استطاعت ما استطاعت ادركوا هذا راعد بي أم يا أخي إحنا وإحنا كبار وربما بعضكم وهو صغير جرب ذلك إذا شرى شماغ جديد ولا ملابس جديد ولا كنات جديدة يا رب متى يجي الدوام متى تيجي المدرسة عشان بكرة بيروح بيروح يشخص هذه العلاقة مع الأشياء تؤثر في إما مشاعر الإنسان وإما في الطباع أو صفات ذلك الإنسان هذه الآن الأركان لماذا نقولها؟ لأمر مهم جدا في التدريب تحديدا والتدريب هو امتداد لثقافة غربية الثقافة الغربية أو المدرسة الأخلاقية الغربية أنا لا أتكلم عن الغرب كأفراد أنا أتكلم عن المدرسة الأخلاقية عند الغرب تقوم على المادية تقوم على البروغماتية تقوم على التبادلية تقوم على النفعية أنا أربح وأنت تربح فإن تعذر فأنا أربح وأنت وأنت تخسر فإن تعذرت التبادلية تعذرت التبادلية فالفردانية السلطوية أنا أربح وأنت تخسر المدرسة وما بث في التدريب في كثير من الطرحات التدريب تعني كيف أن تبتسم له وكيف تكسب القلوب من أجل أن تأخذ ما في الجيوب ونشأت خدمة العمل والعميل دائما على حاق وابتسم في وجهه وإذا طلع أنزل قل اللي تابه فيه هذه المدرسة لكنها ليست مدرسة محمدية الإسلام لا يوجد فيه خسارة وإن وجدت فيه خسارة فالخسارة شكلية مؤقتة أبدا لا يوجد فيه خسارة إنما نطعمكم لوجهه لا نريد منكم جزاء لا تعطيني زي ما عطيتك ولا شكور ولا ترد علي أصلا أنا تعامل مع الله سبحانه وتعالى لذلك لا يوجد خسائر والعافنة عن الناس والكاظمين للغيظة هذه ليست خسارة والعافنة عن الناس ليست خسارة والله يحب المحسنين إذن أنا إذا أنا سامحتك إذا غلطت علي أنا خسران طيب الله يحبني مني كسب لا يوجد خسارة لذلك ما زاد يقول نبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعزا بعفو إلا عزا ما زاد الله عبدا بعفو عفو أنا سامحت إلا عزا ومن تواضع لله رفع هذه القوانين التي يزرعها النبي صلى الله عليه وسلم عبر مدرسته وعبر الثقافة الإسلامية مختلفة تماما عن الطروحة المدرسة الأخلاقية الغربية في الغرب واحد زائد واحد يساوي يساوي اثنين عندنا المسلمين واحد زائد واحد يساوي أحيانا يساوي يساوي النار إذا نيتك سيئة واحد زائد واحد واحد زائد واحد أحيانا يساوي صفر في الإسلام واحد زائد واحد أحيانا يساوي اثنين وأحيانا يساوي عشرة ويقول نبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم ليست مسألة واحد زائد واحد اثنين هناك مفهوم البركة هناك مفهوم التوفيق هناك مفهوم الهداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص ماله من صدقة شو ما نقص يا رسول الله أنا أخذ منه شو ما ينقص يقول نبي صلى الله عليه وسلم بل يزيد بل يزيد ألا يزيد يا رسول الله ينقص لا يزيد هذا واحد يرونه قصة أنه جاء من أمريكا متعلم الإدارة مالية ومسك يعني شركة والده فقال له أبوه يعني أمسك أنت الخلاص وأنا سأكون من بعيد لبعيد فوجد أن جزء من المال يذهب في الصادقات والأوقاف والمشاريع الخيرية وبحسبها يعني دراسة جدوى معينة أن هذا هدر مالي فرح جلس مع أبوه قال يا أبي يعني ما يصير وكذا وقلل وسو وفعل يعني من أجل أن نحنا نوفر ونكسب قال أوليدي هذي مين بخسارة قال يا أشراه مين بخسارة تعني أعطيك الأرقام يا أوليدي مو بكل شيء يحسب بالأرقام قال له شلون كل شيء يحسب بالأرقام ألف تبرعت يعني بمئة باقي تسعمية كل شيء بالأرقام يبقى قال لا يا أوليدي إذا كل شيء بالأرقام تعال خليني أحسب أنا وإياك قال تفضل قال الآن أجلكم الله أجلكم الله الكلبة تلد كل سنة كم قال تسعة من ثمانية لتسعة طيب الشات يا دوب يا وحدة يا دوب ثنتين يعني واحدة ثنتين قال طيب وإحنا ناكل الغنم ولا ناكل الكلاب قال لا ولا ناكل الغنم قال لي طيب الآن أعداد في العالم أيهم أكثر الغنم ولا الكلاب قال للغنم قال شو أن حسبت يلا حسبها هذه تولد ولا أحد يأكلها تولد ثمانية ولا أحد يأكلها وهذه تولد واحد وكل الناس يأكلونها والحيوانات تأكلها والبشر يأكلها ومع ذلك هذه أكثر من هذه كيف نحسبها هي هكذا في أشياء لا يمكن أن نحسبها بالحسبة المادية العادية وبالتالي لما أحنا نتعامل بهذه الطريقة في تعاملنا مع الآخرين ونحسبها سنرتاح كثيراً ونتحمل كثيراً الكثير من الإساءات إذلك عندنا مجموعة من المستويات في التعامل مع الناس المستوى الأول نتشابه فيه مع الطروح الغربية للأخلاق ليس مع الغربيين بعض الغربيين يعني غاية في الأخلاق نتكلم عن مدرسة الأخلاقية على الأقل مدرسة وليام جيمس الذرائعية أو النفعية عندنا مجموعة من المستويات نتشارك وإياهم في بعضها ونختلف وإياهم في آخرها في آخرها في أعمقها المستوى الأول المستوى الأول هو التعامل بالأقل بالأقل عامل الناس بأقل مما يعاملوك فإن أحسنوا تسيء إليهم وإن أعطوك لا تشكر وهذا موجود تجد أن الوفاء قليل عند الناس الوفاء قليل والله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور وهو الله سبحانه وتعالى يعطيهم ويكفيهم ويحميهم ويرزقهم وينشئهم من العدم ومع ذلك لا يشكرونه هذا التعامل الدوني حشاني وحشاكم التعامل بالأقل أن يحسن إليك فتسيء إليه هذا التعامل هذا واحد موجود بين الناس وربما أنا موجود عندي على هيئة سلوكيات متناثرة فإن لزمتني سأصلح جزءا من طباعي اثنين هو التعامل بالمثل التعامل بالمثل التعامل بالمثل أي عامل الناس كما يعاملك التعامل بالمثل هذا في بعض مواضعه عدل من العدل السن بالسن والعين بالعين والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول وجزاءه سيئة سيئة ومثلها لكن الإسلام والقرآن في سياقاته المتعددة وإن قال لنا تعاملوا بالمثل إلا أنه يحثنا ويشحن معاني التعامل بأن تعامل بالمستوى الثالث وهو المستوى الإحسان إلا أنحسنت التعامل مع الناس بالفضل التعامل بالفضل فإن أساء إليك فأحسن إليك هذا التعامل بالفضل على المستوى راقي من التعامل أربعة أربعة عامل الناس كما تحب أن يعاملك كما تحب أن يعاملك وآتي الناس ما تحب أن أن يؤتوك خمسة عامل الناس كما يريد الله وأعمق منه عامل الناس كما تريد أن يعاملك الله سبحانه وتعالى تريد يغفر لك يغفر للناس تريد يكرمك أكرم الناس يا أخي تريد يسعدك أسعد الناس تريد يعفو عنك يا أخي تجاوز عن الناس تجاوز عن الناس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله كم نعفو عن الخادم كم نعفو عن الخادم قال في اليوم قال سبعين مرة وخادم سبعين مرة سامحة وبعضنا لا يسامح زوجته مرة واحدة إذا أخطأت في الشهر ولا يسامح أبناءه وبالتالي لما يبدأ الإنسان يفكر بهذا المستوى العميق جدا تراك أنت اللي بتنبسط تراك أنت اللي بتستانس صعبة في بدايتها لكن كل شيء في أوله كلفة حتى يصبح بالنسبة للنفسي ألفة حسنت أن يصبح النفسي ألفة هذه المستويات نزعم نزعم أن لا يوجد أحد باستمرار في هذا كما أنه لا يجب أن يكون الإنسان باستمرار في المنطقة الأعلى ولكن الناس تتنقل بين هذه المستويات يحكمها أحياناً طبيعة العلاقة الشخص اللي أمامك يحكمها أحياناً مشاعرك يحكمها أحياناً استحضارك للأجر من عدم استحضارك يحكمها أحياناً يعني الشيطان الذي يجري في دم الإنسان مجرى الدم وبالتالي جيد أنك فيه تعاملك مع الناس أن تتعامل بوعي تعرف أنت في أي مستوى تعرف أنت أين يجب أن تكم لذلك جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم فيقطعونني وأحسن إليهم فيسيئون إلي طيب هم الآن هم في أي مستوى الأول وهو لا في الثالث يا جماعة هو في الثالث فجاء يسأل جاء يسأل يا رسول الله يعني يصلح أسوي كده وإنه أرقى وحده يعني وإش سوي تعامل بالمثل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل صلاة الرحم ليس الواصل بالمكافئ ما معنى ليس الواصل بالمكافئ يعني لست المسألة مكافئة زورني أزورك أحضر زواج أولدي أحضر زواج أولدك تعطيني هدية تخرج أعطيك هدية تخرج تعزمني ترقي أعزم كنافي ليس هذا من الوصل ليس هذا من الفضل هذه إنما هي إنما هي مجارات ومجازات ومكافئة هذه المستويات أتمنى أن نحن أيضا نضعها أحد الفيتامينات في تعاملنا الواعي مع الآخرين بإذن الله ما أنواع العلاقات ما أنواع العلاقات أولا أولا ثمت علاقات مؤقتة وثمت علاقات دائمة طيب ليش ودنا نعرف أنواع العلاقات يا كرام اسمعني بقلبك لكل علاقة مجموعة من الحقوق والواجبات تداخلها يفسد حياتك كل نوع من العلاقة لها مجموعة من الواجبات والحقوق في تداخل الواجبات والحقوق يفسد حياتك الزوجة لها مجموعة حقوق وواجبات غير الأم غير الصديق إذا ما نعرف الفروقات ننزل أحدهما مكان الآخر فتفسد العلاقة أول أنواع العلاقات هي العلاقات المؤقتة والعلاقات الدائمة العلاقات المؤقتة هي تلك العلاقات التي تنشأ لسياق زماني مؤقت مثلا أنا جالس في المطار وبجانبي واحد أو في الطيارة وبجانبي واحد أو في طابور بجانبي واحد أو في دورة وبجانبي واحد فنجري مجموعة من الحوارات ونسولف هذه العلاقة هي علاقة مؤقتة تنتهي بانتهاء ذلك الزمان العلاقة الدائمة مختلفة تماما مختلفة تماما لماذا؟ العلاقة الدائمة تعريفها تعريفها هي تلك العلاقة التي لا تنفصل بغض النظر عن مشاعرك تجاهها هذه نقطة مهمة الجزية الأخيرة العلاقة الدائمة هي العلاقة التي لا تنفصل لا تنقطع لا تنتهي بغض النظر عن مشاعرك تجاهه الطرف الآخر فولد عمك ولد عمك حتى وانتكرها خالك خالك ترى حتى لو ما تحبه وبالتالي هي علاقة علاقتهم دائمة علاقة دائمة الأقرباء علاقة دائمة الأولاد علاقة دائمة الخلط بين العلاقة المؤقتة والدائمة يفسد علاقاتك بمعنى إذا أنا مع واحد علاقتي مؤقتة طلعت من المسجد ولقاني واحد وقعد يسولف معي ووالدتي أو زوجتي أو ابنائي يتصن علي عندي موعد معهم فكوني أعطي هذا حقا ليس من حقه على حساب العلاقة الدائمة هذا إفساد للعلاقة لا هؤلاء أهم من هذا وبالتالي وعيي أنا هذا من أي نوع من العلاقات يجعلني قادر على موازنة وإدارة أولوياتي في العلاقات اثنين العلاقات المنتظمة العلاقات المنتظمة العلاقة المنتظمة هي كل ما أخذها من الانتظام من نظم زي السبحة حبما 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 عنقود العنب حبما 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 متشابه العلاقة المنتظمة هي كل علاقة متكررة زمانا ومكانا كل علاقة متكررة في نفس السياق الزماني وفي نفس السياق المكاني تسمى علاقة منتظمة مثل العمل نعم علاقات العمل علاقات الدراسة فهي علاقة متكررة يوميا من الساعة كذا إلى الساعة كذا في نفس المكان أشوفه طبيعة هذه العلاقة يا كرام مرة أخرى معرفتنا بطبيعة الشي بطبيعة الشي يجعلنا نتقبل ونتكيف وننسجم معه معرفتنا بطبائع الشي تجعلنا أكثر صبرا على سلوكيات صاحبة ترى موسى عليه السلام ما استطاع أن يصدر على سلوكيات الخضر ليش؟ لأنه يرى أنها سلوكيات خاطئة فلما أخبره دوافع السلوك عذره لما عذره نعم عذرناه وعذره لذلك قال الله سبحانه وتعالى وكيف تصبر؟ حلما لم تحط به خبرة إذا ما تعرف طبيعة سلوك الأطفال لم تصبر على الأطفال إذا لم تتعرف على سيكولوجية المرأة لم تستطيع أن تتعامل مع المرأة إذا لا تعرف طبيعة ومشاعر الموظف الجديد لن تستطيع أن تحتمل من الموظف الجديد بعض بعض الأخطاء وبعض السلوكيات وبالتالي لما تعرف الآن طبيعة كل علاقة ستكون قادر على تقبل الأشياء التي كنت تظن أنها سيئة طبيعة العلاقات المنتظمة يا كرام أنها مثل السمكة تموت عند الخروج من الماء بمعنى عادي جداً زميلك في العمل إذا أخذ إجازة أو كان انتهى العمل أو بعد الدوام طبيعي جداً إنما يتواصل معك لا تقول سيئ لا 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 تقول سحب علي لا تقول يا أخي ما عنده وفاء لا تقول مصلح جي لا لا قل إنما يمارس بشريته كده بشر في العلاقات المنتظمة نحن نتواصل في وقتها ومكانها فقط بعده لا 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 ترى عادي جداً ما يتصل عليك عادي جداً ما يتواصل معك أبداً ولا تستغرب ينقطع خاص المدرسين ما شاء الله أربعة شهور أربعة شهور أول يوم دوام يروحون باللوكيشن للمدرسة نضيعها ما يدري وين ما شاء الله طيب طبيعي جداً أول يوم وإنك كنك شايفة أمس ولا في شيء ولا أخبار علوم وكذا ومدري إيش فأم يتاوشون على الجدول عادي جداً ليش لأن أصلاً طبيعة علاقتهم طريقة منتظمة مبنية على السياق الزماني والمكاني عندنا واحد من الزملة عنده جوال أول ما يجي نقل في مدرسة أول ما يجي نقل واحد من المعلمين شي سوي والله العظيم يسوي دليت لإسمه وأنا نجي يقول له كنت أول ما عندي وعي هو كبير في السن متعود فأقول له ليش كذا كان عنده عبارة ما أنسها قال أبخلي الإسم زين عشانك ترى بس احلق حواجبي إذا يدق علي هو يقول أنا أعرفت ليش الآن مرة واحد اسمه أبو حسيني كنت أنا مدرس في في مدينته في شقرة وحبيتهم مرة حبيتهم مرة حبيتهم ويعني يعني انبساطت وجلست معهم وأحسنهم هم أهلي خاصة في الغربة بس هي في الحقيقة لا تعدو أن تكون علاقة منتظمة يعني منتظمة هذا حدها يعني ترى فجأني نقل للمجمعة وبروح لأهلي خلاص فجأهم الأربعة بعطيهم الخطاب السبتة بكون في المجمعة جأهم الأربعة سووا لي حفلة وحفلة تأبين أو وقصائد ولن ننساك وطلعت أنا الكلمة حقتي ولن أنساكم وأنتم أحسن ناس أخواني لمولدتهم أمي وأسأل وأزوركم ومدري حتى لدرجة أن عندي استراحة أبقيتها هناك مستاجرها ما أنهيتها لأنني أفكر أني خلاص أجي عندهم دائما أخواني أذولا والناس تبكي في أبو حسين لقى 25 سنة في المدرسة ناظرني بعين قال اسمعي الحزيمي والله ما بنسيها قال اسمعي الحزيمي والله العالم أن آخر علمنا بك استطبات سيارتك إذا مشيت والله يا جمع أكتبوا حسين ومعقول لا يا رجال قلها عن واحد ثاني والله العظيم ما أسقم عنكم أنا ما أستطيع أنا مرة أحبكم قال لي قالوها قبلك ما السالف أنا والله ما السالف أنا ممرحة المجمعة السبت أداوم في المدرسة الجديدة يوم الأحد نحن عندنا في شقرة يومين اجتماع الأحد دائرة الزكرت وكنت أشاركهم والثلاثة دائرة المطاوعة وراح أشاركهم فجي يوم الأحد فقلت لا يا رجال أثقل شوي خليم يشتاقون فجي يوم الثلاثة قلت أخاف رح لحقة الثلاثة يزعلون حقين الأحد فعدل الأسبوع الأول ما رحت لهم الأسبوع الثاني اكتشفت أن دائرة المدرسة الجديدة يوم الأحد فعشان أكون علاقة مع المدرسة الجديدة اللي بيتي الثاني صرت أروح الأحد وأستحي أروح يوم الثلاثة في شقرة وابشركم الحمد لله الشكر لأن الآن 18 سنة ما جيتهم بعد ذيك الزيارة والله ولا مرة أو صادق أبو حسين رضي الله عنه والله العظيم والله أني أغليهم إلى الآن إلى الآن يأغليهم وتواصل التليفون لكن ما أثقل ذلك الطريق ثقيل ما أقدر كنت أروح في اليوم مرتين أحيانا حتى الاستراحة كلمت واحد قلتك فخلص لي أوراقة ما أنا برايح هناك ترى هذا طبيعي كنت والله أول أني أنتقد نفسي كثيرا وألومها وأعنفها لا ترى هذه طبيعة الحياة اللي جرب منكم الموظفين اللي يرحون يجون يرحون يجون ترى يلمس أن حتى أطيب الناس اللي كانوا موجودين إذا خرج خراص خرج لحياة أخرى طبيعية ليش نقول هالكلام إيمانك بهذا الكلام سيقلل في قلبك العتب على الآخرين وترتاح ما في تشره ولا يضيك صدرك وتتقبل وتحتوي الآخرين ويتعصع صدرك لأن الإنسان كلما اتسع علمه في العلاقات اتسع صدره للناس بإذن الله تعالى هناك ما يسمى بالعلاقات القديمة العلاقات القديمة هي تلك العلاقات اللي نشأت في وقت مبكر جدا ثم حدث مرحة انقطاع انقطاع مثلا واحد درس معك في الابتدائي واحد كان في حارتكم لما كنتوا مدري وين لما انتقلتوا فهذا طبيعي إذا واجهت في مناسبة في دورة في مطعم في بقالة في شاطئ طبيعي أن تكون العلاقة أنك تسلم عليه وترحب وتهلي واللي معك يقول مين هذا تقول هذا درس معي قبل عشرين سنة قبل خمسة عشر سنة كنا زملاء في الابتدائي تبدأ أنت يعني تتذكر ذلك الماضي البعيد العلاقات القديمة يا كرام إذا تبغاها تموت اجعل أول لقاء بعد انقطاع بارد على طول تموت مهما كانت العلاقة القديمة قوية بمعنى تخيل انقطاع عشر سنوات أو خمسة عشر سنة أنت داخل بولدك هو داخل بولدك أو لا أي ردة فعل بارده من أحدكما كفيل بموت العلاقة بموت العلاقة تبغاها تستمر كن واعي لاحظ كن واعي في العلاقات تبغاها تستمر أنت تبغاها لأنه يستاهل لأنه يقربك من الله لأن هذا الرجل في قربه خير إذا تبغاها تستمر احتفي به إذا ما تبغاها تستمر تعامل بذكاء بمعنى تعامل ببرود في أول لقاء حتى تقطع تلك العلاقة وأمر طبيعي جدا أن الإنسان يقتر ممن ينفعونه ويبتعد ممن ممن يضرونه هذه العلاقات القديمة ثم تعلاقات مخطط لها وثم تعلاقات تنشأ بالصدفة المخطط لها ليست عيبا أني أنا أخطط أني أتعرف عليك ليست عيبا فإن سلمان رضي الله عنه إنما خطط ليكون علاقة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم راح 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 لف لف وحاول حاول حتى تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ليس عيبا أن تخطط لإنشاء علاقة مع شخص ينفعك في الدنيا والآخر ليس عيبا وثمت علاقات تنشأ بالصدفة بالصدفة يمكن مر عليكم يمكن قبل ثالث سنوات أو أربع سنوات كان في صورة انتشرت في الواتس أب اثنين في طريق ما يكفهت تصادموا وبعدين تأخر عليهم نجم أو المرور واجلسوا وسولفون ويبدوا أن يتأخر مرة واحد من المصدومين معه جيب والجيب ما ظنت كشتات وبر نزل عزب وزينوا الشاهي وقاعدوا يتقهون في طريق الملك فهد والناس مصورتهم طلعتهم صورة بعد ثلاث شهور في طربزون علاقة وراعوا سابروا تركيا وراعوا فلوها طبيعي جداً وأنا كنت مرة أشرح أتكلم عن العلاقات بالصدفة قال لي معقب قال والله العظيم أنا عندي مداخرة قلت فضل قال أنا معقب في الجوازات يقول كان فيه شرطي يكرهني وأكره يكرهني وأكره قال قصة طويلة الشاهد خذ بنته تزوج بنته يعني في الأخير صار يقول هذا اللي كنت أكرهه يقول صرت أجيبه وراقي وقل على خالي من أول كنت أسبه وأشتمه علاقات أحيانا تنشأ بالصدفة وأحيانا علاقات تنشأ بطريقة مخططة لها النوع الأخير من العلاقات سنتحدث عنه بشكل معمق بإذن الله تعالى هي العلاقات العميقة والسطحية سؤال بسيط جدا هل علاقتك مع أمك عميقة ولا سطحية المفترض أن تكون عميقة ترى المفترض بس ما تدري أنت هل هي علاقة سطحية ولا لا حتى نحرر المصطلح العلاقة مع أبنائك عميقة ولا سطحية العلاقة مع صديقك هل هي عميقة أو سطحية كل ذلك سنتحدث عنه بإذن الله تعالى بتفصيل فيما يتعلق بالعلاقة السطحية والعلاقة العميقة ثم تم يسمى بالعلاقات الإيمانية هذه نحن تختلف عندنا يعني عن الغرب العلاقات الإيمانية هي تلك العلاقات اللي كان نبي صلى الله عليه وسلم Bürسما يحثنا عليها مثلا يأت النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم شيء غريب يعني السيارة سيره بحر بحر بس احنا ما نعرف نغوص فيه لما تتيش اتأمل العلاقات نبي صلى الله عليه وسلم فانه في تعامل مع الناس هو يتعامل مع زمن الحاضر مع الزمن الحاضر ذلك عائشت تقول في هذا نفس حياتي كان مرض مرة تعب تعب حتى سألوا عائشة قالوا يا أمه كيف تعلمت الطب قالت من علا للنبي صلى الله عليه وسلم من كذر ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم وجبناه لأطباس أنا تعلمت الطب فقالوا لها تقول هي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول في آخر حياته هشامه الناس هشامه الناس عليه الصلاة والسلام صعب صعب التعامل مع الناس لذلك لا تستغرب أنه ثقيل حسن خلق في ميزان العبد عند الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اللحظة الحاضرة مع البشر ويزور البقيع في لحظة الماضية ويسلم عليه ويدعي له شوف اللحظة الماضية ثم يجس بين أصحابه ويقول ويذكر لهم اشتياقه لإخوانكم من إخواننا يا رسول الله قال أناس آمنوا بي ولم نحن نشتاقل من النبي صلى الله عليه وسلم ما رآنا شوف العلاقات كيف ممتدة في الإسلام لا يحصرها زمان سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل وهذه هي العلاقات الإيمانية دوائر العلاقة ثلاث على مستوى العمق قبل شوي على مستوى الأفقي الآن على مستوى العمودي العلاقات إما أن تكون علاقات عامة أو علاقات زمالة منتظمة أو علاقات المعايشة المداومة الأهل الزوجة الأصدقاء الملازمين كل نوع عمودي من هذه العلاقة له حقوق وواجبات مختلفة لكن القانون الكبير في العلاقات العامة أنها مبنية على الاحترام مبنية على الاحترام الثانية مبنية على الاهتمام والمساندة في العمل اهتمام مساندة والثالثة مبنية على المصارحة وإبداء المشاعر ليس مطلوبا منك في العلاقات العامة واحد جائس جنبك في المطار الأصل أنت تتعامل معه باحترام وليس بحب مو بلازم حب مو لازم تلتفت عليها تقول له يعني أنا حاضر عند الحزيم يدوره وكذا بقول لك تراي أموت فيك تراي أحبك حالطول حين عاد قانون تحرش تروح فيها ما يصير لأن العلاقة علاقة علاقة عامة الأصل فيها الاحترام وليس الأصل فيها الحب أما علاقات الزمالة فالأصل فيها الاهتمام وهي مرحلة أعلى من الاحترام أن تهتم بمشاكلي أن تساندني أن تعيني أن تقف معي أن تناصحني هذا جزء من الاهتمام العلاقة الأخيرة لا فوق الاهتمام والاحترام يجب أن يكون فيها إظهار لمشاعر لمشاعر الحب بس في العمل ليس بالضروري تكون مشاعر الحب موجودة ليس بالضروري ولو كان الحب في علاقات العمل شرد ما تكونت فرق فرق العمل إذلك جاء أبو مريم أبو مريم هذا الحنفي كان أحد المرتدين في حرب اليمامة وهو من قتل زيد بن الخطاب وزيد بن الخطاب كان يحبه عمر حبا شديدا وكان عمر يقول أني لا أجد ريح زيد وقال رحم الله زيد أسلم قبلي واستشهد قبلي وبالتالي يحب زيد مرة من قتل أبو مريم أبو مريم جاء مسلما والتقى بعمر وكان عمر رضي الله عنه أميرا للمؤمنين فلما رآه عمار أنا خليفة لا وأنت ذابح أخوي فلما رآه عمر قال إني لأبغضك كما تبغض الأرض الدم زي الأرض ما تقبل الدم ما تشرب ما تشرب الدم الأرض يقول أنا ما أشربك ما أتشربك لا أحبك إني لأبغضك كما تبغض الأرض الدم فقال أبو مريم أوى يسلب ذلك مني حقا يا أمير المؤمنين قال عمر لا هم لا دخل مشاعري لا لا حقك تاخذه بس أنا أقولك النهار ما أحبك بس حقك تاخذه فقال أبو مريم إذن لا يأسى على الحب إلا النساء أنا ما أحبني ما تحبني ما يهم أهم شيء شغلنا ما يوقف والعمل والعمل يمشي وبالتالي هذا الوعي طبعا إحنا كمدراء لو كنا مدراء بنقول يا جماعة يجب أن تكون إدارتنا إدارة بال بالحب بالحب لكن نريد أن ننمي عندنا الوعي العاطفي والوعي في العلاقات أن الحب ليس بكبسة زر أنا أضغط أحب أضغط ما أحب غصب علي فإذا غلبتني مشاعري على أن لا أحب شخصا ما على الأقل على الأقل أحترم على الأقل أن أقيم له الاهتمام والاحترام كل دائرة من هذه الدوائر لها مجموعة من المسؤوليات كل ما زادت المستوى العلاقة زادت المسؤولية زادت المسؤولية طيب ما هي المسؤوليات؟ على عجل مسؤوليات كثيرة جدا لكن على عجل المبادرة أبادر في خدمة شخص أكثر من شخص بناء على ماذا؟ على مستوى العلاقة اللي بيننا سرعة الاستجابة يعني ما يصير لما صاحبي يناديني ياسر تعال طيب طيب جاي غير لما يناديني أبوي يقول ياسر تعال سرعة الاستجابة يجب أن تكون أسرع أسرع فوعي أنا أن كل واحد له مستوى من العلاقة يجعلني قادر على أني أعطي المبادرة المناسبة أعطي الاهتمام المناسب والمساندة والوقت والمال والتضحية ومحاولة الإرضاء كل شيء من الناس من لا يستحق التحضية التضحية ومن الناس من يجب تجاههم أن تضحي من أجلهم وبالتالي أبدأ أتعامل مع الناس بواقعية وأبدأ أتعامل مع الناس بوعي على مستوى العلاقات واحد من الزملاء كمستشار يقول أمي ما كانت تروح معي كثير ليست كثيرا يقول فرحت مرة مرة تسافر تنويها لوحدنا يقول اتصرت عليه مستشيرة خلاص الآن عمل ولكن مستشيرة في مستوى من العلاقات صاد تحيب المقارنة بي أمه يحلف لي بالله يقول والله يكلمتني المستشيرة جلست من خرجت من مدينتي إلى أن وصلت بيتنا قرابة ساعتين وأنا أكلمها أمي آخر شيء نزدلت المرتبة ونامت ونامت وبعدين قلت لأمي أنا آسف وكذا بس الشغل وكذا وبدأ يذكرها بفضل إصلاح ذات البين يقول قاطل يومي ترى أنا جريا وليدي فيني أنا ما هو في هذا والله بيسألك عني ما هو بسألك ما هو بسألك عنها يقول لا أنسى هذا الموقف أبداً هذا الدرس يا كرام في كيف الإنسان فعلاً يوازن بين الحقوق والواجبات اللي على مستوى العلاقات خلونا نشوف الآن العلاقات السطحية والعميقة لعلنا نختم بهذا المحور في جلستنا الأولى العلاقات السطحية والعميقة تختلف باختلاف مشاعرنا تجاه الآخرين ما هي العلاقات السطحية وما هي العلاقات العميقة يا كرام أي علاقة أنا شون أقيم علاقتي مع أمي أو عيالي أو زوجتنا السطحية وعميقة هو التالي أي علاقة مبنية على جمع الحقائق والمعلومات علاقة سطحية أي علاقة مبنية على جمع الحقائق والمعلومات علاقة سطحية إذا علاقتك مع أمك وبوك أو عيالك أو أخوك وين رحت وين جيت وين الشاحن وتعالوا كلوا ولا تأكلون ترى هذه علاقة جداً سطحية بينما العلاقات العميقة هي تلك العلاقات المبنية على المشاركة في الاهتمامات والمشاركة في الهم والمشابهة في الاهتمامات والتفاعل وإظهار المشاعر إذلك تجد أن الإنسان لما تقول له من تحب أكثر أبوك ولا صاحبك طبيعي صاحبة طيب أعفل طبيعي أبوه طبيعي أبوه زينا طبيعي أبوه لكن لما تقول له من تبغى تسافر معه؟ مع أبوك ولا صاحبك؟ يقول صاحبي طيب السؤال طبعاً الغالب إحنا نتكلم طيب السؤال هل يروح مع صاحبة لأنه يحب أكثر؟ لا لأنه يرتاح أكثر وكذلك طبيعة العلاقات العميقة طبيعة العلاقات العميقة أنها مريحة أن تكون فيها كما تكون لوحدك دون تحفظ وقادر على إبداء المشاعر والسوالين علاقة قائمة على الفضفظ علاقة قائمة على عدم التحفظ على عدم الاحتراز أبقول كذا خاف يدققون علي أبقول كذا خاف يحققون معي لا هذه علاقة هذه علاقة جداً سطحية يا كرام مع مراجعتنا لكثير من علاقاتنا مع أبنائنا سنكتشف من علاقاتنا مع أبنائنا علاقات سطحية والله يا جماعة سطحية لكن أعظم قصة حب في القرآن بين بين اثنين وش الله سورة كاملة يوسف يوسف أول أول مؤشرات العلاقة وش شيء يا أبتي أني رأيتو تخيل ليش يحبون بعض يا أخي وصلوا للمرحلة أن الأبن يقول لابوه حتى احلومه وحلامه وطموحه ومناماته وصل المرحلة أن يسفى الضضلة من أعظم قصص القرآن بين إسماعيل وإبراهيم كان أيضاً فيها وكان فيها رؤية هل وصلنا المرحلة أن نسمع حتى لأحلامهم بعضنا ما يسمع حتى المشاكلهم الحقيقية الواقعية فكيف بأحلامهم وصل بعضنا إلى أن يهمش ويحطم ويحقر ويسخر من طموحهم وأحلامهم ثم نشتكي ونرفع حواجبنا نقول ما أدري ولدي يحبني ولا لا أبشركم عيالنا ما يحبون والله والله يا جمعة سويت لي رابط وواصلت مع كثير من الشاب أكثر واحد أعطى بوه من عشرة سبعة علاقتك ببوك سبعة من عشرة ثلاث يعني إحنا نعيش في أسر يعني العلاقات اللي بينها الجسور اللي بينها محدودة خاصة بعد ما جت التقنية فصلت الناس بعضها عن بعض بشكل لا تتخيل لعد تجمعنا سفرة ولعد تجمعنا جلسة ولعد تجمعنا سفرة ولعد تجمعنا رحلة إذن أين نلتقي حلاقات جدا سطحية يا كرام أحد الشباب يقول أنا بالنسبة لي أهلي يقول أحد علماء النفس كان يقول إنما أفراد الأسرة أناس مختلفون يحملون مفتاحا واحد للبيت بس قاسم المشترك هل مفتاح يدخلوا يقعدوا الله عز وجل يقول عن المرأة لتسكنوا معها ولا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها سكن روح روح شيء معنوي وليس لتسكنوا معها تسكنوا معها أكلوا شربوا جلسوا وبس ما في أي مشاعر يا جمال ما في أي عمق في العلاقة إذلك الشاب يقول أنا بالنسبة لي أهلي التالي يقول أبوي وزير المالية أنا أعتبر أبوي وزير المالية بس حقش حق الفلوس يقول أمي وزيرة الشؤون الاجتماعية المشاكل وكذا بغير شيء أتواصل معها يقول أخوي وزير المواصلات أخوه أكبر منه يقول يوديه ويجيبه يقول عندي أخوي صغير يقول هذا عضو في المباحث يقول هذا اللي يعلمهم عني ومدري إيش هو يصف أسرته وصفا يدل على أنهم مجرد أدوار يؤدونها تجاه تجاه بعض تجاه بعض وبالتالي السناب يا كرام السناب يعني كثير من الناس لما يشوف سنابات العوائل الأخرى يقول ويش دا الفلة بينما ترى هم يسوون الفلة عشان عشان الناس ترى بس شوفونا بس ترى شوفونا كثير ما أعمم أقول كثير فنرجع ونقول هل علاقاتنا سطحية أو علاقاتنا يا مرحبا أنا علاقتي مع الزوجتي صفحية جدا ماذا أفعل لا يا شيخ لا لا يقول الوقوف بعد خمسة واربين دقيقة يدى صلاة المغرب طيب يا شيخ خمشر آسف حبيبي زيك الله خير الله يزيدكم إن شاء الله من فضله طيب خلونا نشوف بس هل كلامي أنا يعني فيه نوع من الضبابية والسوادية ولا لا خلونا نشوف البنات سووا هاشتاق قبل سنتين قبل سنتين الهاشتاق اسمه اسمه قولي لأخوك كلمة أحبك طيب الحب علاقة سطحية ولا عميقة عميقة تارة سطحي لا يستطح والله العظيم فيه ناس ما يقدر يقول لما أحبك والله فيه ناس أقول له قبل يا دمك بعضهم يقول لا بس الحمد لله الآن صار يعني عادة جيدة طيب قبلها بين عينيها أوه لا ما يصير طيب نبس على سلم كان يقبل فاطمة بين عينها إذا أقبلت فاطمة دخلت عليها مع الباب يقوم نبي صلى الله عليه وسلم إليها شوف الحفاوة شوف الاهتمام يقوم إليها عليه الصلاة والسلام ثم يقبلها بين عينيه ثم بين عينيها ثم يجلسها في مكانه أي رقي هذا أبوه أبوها يعني ليس زوجته هي بنته فكيف سيفعل أيضاً مع زوجاته هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن الحب ليس حديثاً عن مسلسلات رومانسية لا هو حديث من جزء من عقيدتنا والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا يا أخي حتى تحبوا صار عندنا جفاء غير طبيعي تكلم عن السعوديين عندنا مشكلة في إظهار المشاعر في إظهار الحب لذلك بالنسبة لنا خاصة للرجال العاطفة عبارة عن جزئين شعور وتعبير نحن عندنا الشعور بس ضعيف عندنا مسألة التعبير ضعيفة جداً وبالتالي جيداً نعوذ أنفسنا هذه العادة المحمدية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أني أحب فلاني شوفه هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي درس قاعدة هل أخبرته أنا جدخلني هل أخبرته قال لا يا رسول الله قال قم فأخبر الحب في قلبك مثل العطر في زجاجته لا قيمة لا إلا عند امتشار لازم تطلع هذا الحب تجد أن الأب لا يذكر محاسن زوجته إلا في غيابه عند أبناء أمكم الله لا يخلين وإذا جت يا ويلها يا ويلها إما يبخل وإما يخجل في أن يعطي مشاعر هنا من النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نظهر تلك المشاعر وكان عليه الصلاة والسلام يظهر المشاعر يا رسول الله من أحب الناس طيق كالطلقة ما أحك راسه ما قال ابن الحلال ما قال كل الناس أحبهم ما قال إن شاء الله فيكم لا لا عائشة ومن الرجال قال أبوها ثم عد أربعة من الرجال عادي جدا أن تظهر مشاعرك ليس عيبا العيب أن تخفي تلك المشاعر يا كرام تحولت تحولت صدورنا إلى قبور لمشاعرنا وتحولت تلك الصدور إلى مقابر وتلك الألسن إلى منابر نذكر فيها السيئة لكن الخير يندر الإنسان يخرج هذه الكلمات الجيدة الإنسان ليس مسألة عن الحب فقط حتى على مستوى الأسف والاعتذار تأتي إن إنسان عنده ضعف في هذه الثقافة أنه يخرج ثقافة الاعتذار والأسف كثير من الرجال إذا أخطأ هذا إذا اعترف أنه مخطي طبعا إذا أخطأ كيف يعتذل زوجته يعتذل بالطريقة التالية يجي عندها يقول لها ماشت الشاحن لس ترى ترى هذه آسف ترى هذه خل المياه تعود إلى مجاريها أو يجي يقول لها ناموا العيال أو يجي يقول لها أجيب شيء طبعا الزوجة تريد ماذا تريد أن تسمع باعتذارا صريحا عن الإساءة التي تلقتها الرجال جاء قال ماشت الشاحن الحرمة قالت لا لا ما شفت زعلانة ما زالت زعلانة ماش سوى التمساح قال كذا أنا سويت اللي علي ويروح يزعل في الملحق هو أحيصال والله العظيم ثم صير الطالب مطلوب يعني هي صارت مضطرة أنها تروح تراضي زعلان زعلان أنا تأسفت وأنا دليتيني واش دليتك سألتني عن الشاحن شيء غير طبيعي لا نخرج مثل هذه الأشياء لذلك في مثل لا أحترمه في ربما منتشر في نجد يقول لك الله لا يبين غلاك الله أكبر لازم تموت عشان تعرف أني أحبك الله لا يبين غلاك تقول لك ما تنكسر عشان تعرف قدرك عندي لازم تصير مصائب عشان نحب بعضنا البعض لازم نحس بغلانة إذا صارنا مشكلة كثر عند الأطفال ما يسمى التمارض التمارض ما هو أنني أحاول لفت الانتباه بلعب دور الضحية أعرف واحد طفل قريب لي انكسرت رجله عفوا ما انكسرت صف الله التحرول صار يمشي على كده ما عاد يقدر يمشي ما يمشي وده لطبيب العصاب ما يفايد الكسر الأشعة ما يفايد ما في طيب الولد بس ما يمشي فحولوه للطبيب النفسي أبوه ضعق صدري مرة يكلمني يقول أدي طبيب نفسي الولد تأوه يقول صغير شو طبيب نفسي قلت لا لا وده طيب أنا جرب أنت ليس أي بني طبيب نفسي قال لهم الدكتور أشعة سريمة لكن بعطيكم نصيحة عشان يشوف الولد فيه شيء ولا لا خلوه في مكان ما يشوفكم وسووو لكم ضجة بأكياس معينة وصار خوله تعال جبنالك مدري إيش وراقبوه فإن ظل يمشي يزحف فالولد عنده مشكلة حقيقية لأنه ما قد دام أحد الآن وإن قام يمشي ترى الولد ما في الشيء وإنما هو محاولة عميقة جدا لفت الانتباه يقول الأب حطيناها في غرفة والأم تراقبه يقول أنا جبت لأغراض وسوي أكياس كأني جايب له هدية أفلان تعال جايب لك هدية يقول والله العظيم ويقلب فهد المولد ويقول ويجي ويركض يوم جاء عند الباب ويجلس ويزحف ويزحف واحد من أقاربي كسيرات رجلة ويعني تملت الأسرة حوله وش هذا والهدايا وكل يحترمه شيء غير طبيعي قالوا لأ بكرة بعد كم سبوع قالوا بنشيل الجبس قالوا لا تشيلونا وجلتشيل الجبس أنا هذا يا شيخ أحسن منتاجين ونجمة هنا خلي يا حبيبي أحسن حاجة بالحياة والله يا جماعة يريد أن يستمر المرض لأن هناك ما يسمى في علم النفس المكاسب الثانوية ثمة مكاسب ثانوية لماذا يجب أن نحصر على التقدير عندما نمرض أو عندما نموت مرة مراتتها وش أنا واخوي أمي تقول رح وده من يوديني مشوار كده فأنا مشغول والأخوي اللي أكبر مني مشغول كنت أنا متوسط هو في الثانوي هو يسوق أنا ممعي السيارة أنت أنا أنت أنا أنت ودها أنت 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 ومتناظرنا كده خلاص خلصتو إيه خلصنا قالت يا عيالي والله كلمة لأنساها من كم من سنة قالت يا عيالي اللي ما يخدمني وانا حيا إذا مت لا يبسي علي إذا تحبوني عبروا عن مشاعركم بالأفعال وليس بالكلام وليس بذلك الجفاء إذا تحبوني فعلا أخدموني وأنا حية بس إذا مت أتركوا مشاعركم لكم لذلك صدر مقال جميل اسمه مت فارغا وتحدث فيه عن أنك حاول أن تموت وقد أفرغت تلك المشاعر لمن يستحقون لمن يستحقون أما أن نموت ثموت مشاعرنا تجاه من نحب فهذه والله المعساة وأذكر مرة وضعت هاشتاغ وقلت للناس للناس اكتبوا اللي أبوه توفي أو أمه توفيت انصحوا اللي ما زال أبوه حي أو أمه حية أو كلاهما إيش نصايحكم حاجات بكي يا جماع حاجات بكي معظمها كان عن التعبير عن الحب عن المشاعر عن المشاعر وبالتالي وبالتالي ارفقوا بهذه القلوب وأعطوها حنينها في حينها قبل رحيلها يا كرام لأنها إذا رحلت ستتحول تلك المشاعر إلى غصة نتحسر كلما تذكرناهم هاشتاغ هذا بالمناسبة فينا في الدمام دمام دار أحداث في دراسة عند الأكاديمية الحوار الوطني سووا دراسة مع الشباب الموجودين هناك في دار الأحداث مسجونين تأديبا وجدوا أن 97% منهم لم يسمعوا كلمة أحبك في البيت بيوت جائعة بيوت عطشة والإنسان الشاب والفتاة إذا عطشت مشاعرها فإنها لم تسأل عن أي ما أن تجده أمامها ملوث ولم ملوث بتشرب وبالتالي البنت اللي تجرها كلمة أحبك اعرف أنها عطشانة في بيتها ما كانت ممتلأت من هذه الكلمة أما البنت اللي دائما يقولون لا أحبك أحبك وأنتي حلوة لم يقولها أحد أحبك أو أنتي حلوة بتقولها قديمة مليانة هي من هذه المشاعر فهذا جزء من التحصين الذاتي هو أن نملأ من نحب بما نحب الهاشتاق هذا عبارة عن التالي قبل سنتين قالوا أكتبي كلمة أحبك لأخوك أرسلي رسالة وصوري ردت فعله بس أنا بعرض لكم الآن صور من الهاشتاق بعرض لكم غير انتقائية أجيب لكم الأغلب الموجود بقرابة 98% الموجود أن البنات يرسلون كلمة أحبك وردت فعل الأبناء الأخوة مع التذكير فيه أن العلاقات السطحية مثل والعميقة مثل البحر إذا اللي ما يعرف يسبح وين يروح؟ على الشاطئ بربس واللي يعرف يسبح يروح العميق العلاقات نفس الفكرة نفس الفكرة كل ما كان إنسان ضعيف في العلاقات حولها إلى أشياء سطحية سطحية كل ما كان قادر على السباحة ذهب إلى العمق فكلمة أحبك الآن والتعبير على المشاعر عميقة لأسطحية؟ عميقة طيب لو الأسرة متعودة لما أقول أحبك أنزل أنا العمق واجيبه معي إذا يعرف يسبح شو بيقول؟ وأنا أحبك بعد ياء بعد قلبي ونتي روحي وحياتي طيب إذا ما يعرف يسبح؟ أيوة كثير من الأسر وشوف الرسالة الواتساب يمكن أحيانا بينك وبين صديقك إذا جريتها لبحر المشاعر غالبا يقلبونها سخرية طبعا السخرية من المشاعر نوع من الهروب ترى هو ما يعرف يسبح وما يعرف يسبح وبالتالي هو هرب لأنه لا يعرف يسبح وليس لأنه لا يحبك أحيانا ترسل له ترسل له مشاعر حب ويرسل لك قلب حب منكسر ترى بس كل السلقات بأنت ثم تقول كانسر الطرب أحيانا منك اللي يرسل لك لا لا تنقهر هو بس ما يعرف يسبح وما يعرف يسبح أبدا ما يعرف يسبح أنا أعطيكم أشياء بتستغربون الآن منها بسم الله عموري هذا أخوها أحبك أحبك القرادة على طول السخرية من المشاعر هو ما يعرف يسبح مسكين قالت ما ألت عليك هذا جزاتي أقول لك أحساس الأخوة رد عليها قال إيه جربي أنا لو قلت لك أحبك تضحكين والطنشين ما قالت لا قالت هذا دليل يستحيل هذا نوع من الهروب من العمق من خلال دفع الآخر بالسخرية مثال ثاني أحبك وكل عام أنت بخير خير وش السالفة تمسخنة ارتباط الحب بالألم بالمرض لا يكون بتموتين منار خاف خافنا بتموت والله يا جماعة والله يا أخي ما أدل ليش إحنا يرتبط عندنا الحب بالموت نلقى واحد يحب حب عيال أخوه يحب حبهم وكذا بعدين تلقى الله ما جعله خير يتخيلون أنه الآن بيطلع بيروح البقالة يسدد اللي عليه بعدين يمسك خط وينقلب ويموت لأن هذا السيناريو حق المشاعر لازم الفيلم مأساوي يحبهم يحب ما في شيء يحبه ما في شيء والله بعض الناس من إدمانه القلق إذا ضحكنا في الجلسة ومنبساطنا اللهم أجعلوا خير اللهم أجعلوا خير خايف منه ليش يضحك أعوذ بالله ليش يرتبط هذا بهذا ليش الألم والمتعة لازم متلازمة ليست متلازمة خير الله واسع يا كثر خير ربي فهذا الرجالي على طول قلبها صخونة خايف لاحظ هذا أحبك العامة بخير قوليلي اشتبغين بدون مقدمات من الحين الشلال ما نموديك طبعا واضح أن الحب في هذا البيت مشروط حب مشروط أحبك معناها تبغى شيء وديك ما يهرون عبت أنا أذكر أنا بدون ما أدري شوف الوعي في العلاقات ممتاز اكتشفت أني علاقتي بولدي مشروطة كيف عرفت مرة نديت والله العظيم نيتي زينة قلت لها بدوري طبعا ما المفترض سام يا بابا جاء فرحان طبعا يعرف النغمة هذه ليس ما يبلله جاء نعم جاء مقافلة معها يعني من الأخير اشتبغة يلا اشتب لما يبلله بسم الله وهذا مرة شرير يا جماعة أما هذا لو عرفه اوف نبلغ عليه كلنا أمن علي نعم أنا أحبك يا بردة طيب وش بعد الحب زين الزبدة يعني لاحظ حاول يجريها ايش سوت هي ما قدرت تجري قالت يا عديم الاحساس ما بشي شكرا يا مليئة الاحساس مرة مرة سيئ قالت لها ترى ذي لعبة أرسل لأخوك أحبك وشوفي وشي يقول وصوريه طبعا تقول اخني قلت العبرة عبرت للخنقة واضع انها متأثرة مسكينة متفشلة وري صديقاتي صديقاتي اخوانهم انواح الردود السنعة طبعا علي بيهش قال قال يلا طيب عيد اللعبة عشان تصور ويقل عم المشاعر المزيفة علي ها انا احبك حبك برس حتى بالسيناريو ومتفقين وعلي بيهش الله ما براه اعودي بالله يا علي هذا ضب صناعي حتى ضب طبيعي ما يجي طبعا هذا محمد احبك سوق ما يموديك محمد هذا الرجال ما عنده وقت شكل مهندس في ارامك وعنده وانتو ما فاضي لا سوق ما يمودي خلاص عارف هوا المساقات وغلاص معادلة طيب لحظة هذه جلكم الله تعمد تجيب احبك نحن من هي تحبين يا كلبة مستغرف علامة تعجب في حين حب أخوه في حرمة تحب أخوها واشتل واشنعايشين زمن فتن وزمن مسكين مرا خاف فتقول لي أنت أحبك لأنك أخوي واش ذا العذر الأقبح من فعل فقال لي اعترفي بل الكاعة ترى يعارف حركات البنات وتكتبين عنده ومدري أبا جيت وطبطني صالت مشكلة بس عشان أبس قالت لأحبك قال أنت أنت ناوي ترسل على الواحد ورسلت لي بالغلط بسم الله وهوبي شوف اسمه الدلع نعم أحبك الله ياخذك قال أستغفر الله ليش شنا قايله قال أحسب بيت نحترقص خفت مدري أنا مشغوله ارتباط الخوف الحب الخوف في شي في شي يا عبسي مرة مكروه هذا أحبك حب من طرف واحد خلص الرسالة قضى عليها مسكينة حصلت على أسوأ رد بالعالم هذه مسكينة حب من طرف واحد وانتهيني وخلاص أصلا حتى اسمموا بزين عبسي دحومي دحومي أحبك على طول تبين كولا شوفيها تلقيني بالثلاجة وراء الحمد خالي عبد الله كان الهاشتاك بعد عيد الأرحى قال الثلاجات مليانة لحم ما في عارف تبين كولا هذه ما هي بالله يا هذا رهيب تقول لماجد بسم الله رحمن رحيم قلت أحبك الله أكبر قلت شاء الله أكبر أقول أحبك سمع الله لي من حميدة صلاة مودع ده خلاص وجه المشاعر أعوذ بالله مشيط انتهينا طب سامحوني شوفوا هذه عبود عبود سامحوني يا كلب ليش تفتح ما ترد أنا قاهرني عبود قال هلا تقول يا كلب يقول لا هلا طبعا هذه من الأشياء الدارجة الآن في حياتنا اللي عبارة عن الألفاظ السيئة للتعبير عن الحب أو التعبير عن الاشتيار التعبير عن الإعجاب مثلا واحد سوى حركة حلوة مجنون المجنون ما يسويها المجنون ما يسويها خاصة وأنا لست متحيزة لكن يكثر عند النساء أكثر من الرجال مثلا الأخوات مثلا إذا يحبهم بعض الله يأخذك يكرهينك حرام عليك الفاض إذا مر يحبهم بعض وإذا تهاوشوا اسمعي حبيبتي اسمعي الله يخليك ومش الأخلاق اللي تيجي مع الشر والشر اللي يجي مع الخير واللخبطة والقاموس المزدوج هذا هذه من الأشياء ذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي يا أخي اختار الأحسن طيب يا ربي ليش أختار الأحسن إن الشيطان ينزغ وبينك أصلا هذا مدخل مداخل الشيطان تختار كلمة غلط مو دائم أنا مشاعر حلو عشان استقبلها ممكن أزعر في لحظتها ويكون بيني وبينك شقاق فلاحظوا هذه مهمة جدا هذه الصورة لما قالت له ليش تفتح ما ترد قال هلا أشتبغين قالت أحبك الوحيد اللي نزل معها للعمق لما نزل للعمق قال وش كثر هي ما تعرف تسبح أصلا قالت كثر ما أنت حيوان وتسحب عليه دائم هي هربت أصلا هي هربت طبعا وش سوى ما يلام والله قال انقلعي أنا وريك ايه وري يا كلب أنت آخر شيء أنت قبلت أن تكون أن تقبل هذا الشيء يا أخي استغرب لما هو أراد أن يغوص معها في بحر الحب هي هربت مرة أخرى هذا مثال يجابي أحمد حبيبي أحبك قال لها أوه هذا كويس أحبك يا أختي العزيزة اللي منتفق معي أكتب لك أحبك عشان تحطينا بالتوثر يا بايخ فضح أمها حتى هذا ما استفادت منه شيء طبعا هذه من الأشياء المؤلمة يبغى حلا عنده أصدقاء وهم يبغون يوديهم السوق فسووا له حلا وكتبوا له محمد نبي نبي السوق الحب المشروط كثير في بيوتنا يا كرام كثير في بيوتنا الهدايا اللي ما تجي لبعد الإنجازات هذا حب مشروط الضم والحبة اللي ما تجي إلا بعد منجز هذا حب مشروط المدح اللي ما يجي إلا بعد استجابته لنا هذا حب هذا حب مشروط لذلك في فرق بين هدية وبين المكافأة بدنا نفرق بينها المكافأة معلومة معلومة موقوتة متفق عليها هذه مكافأة الهدية مجهولة غير متفق عليها غير موقوتة ما له وقت المكافأة تعزز السلوك والهدية تعزز العلاقة معظم ما نفعل مع أبنائنا هدايا أو مكافأة 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 هذا يعزز السلوك لكن لا يعزز العلاقة جرب تجيب لولدك أو بنتك هدية أو لزوجتك حتى هدية بدون مناسبة ليش يا بابا؟ بأنك هلدي بس أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي والله ما أجيب لعيالي هدايا بعد نجاحهم نهائيا أجيبها قبل أجيبها بعدين أموك لا يرتبط هذا بهذا لا يرتبط والأمر لكم طيب خلونا نتوقف الآن لنجيب بعد إن شاء الله الصلاة عن سؤال كيف أعمق علاقاتي بإذن الله ثم سنتحدث بعد الصلاة عن عوامل انجذاب الناس لبعضهم البعض لماذا أن تميل لناس ولا تميل لآخرين بإذن الله تعالى